وانتهى الشرط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لشي على قوات الدفاع الجوي يمكن أحرز الهدف ميدو أسامة يمكن دخل منطقة الجزاء راوغ وفي الزاوية البعيدة سدد قرى صعبة جدا قدر الأهلي يتقدم في الشرط الأول بهدف مقابل لشي في المقابل كان فيه ضربة جزاء احضرها بالتأكيد ميدو نبيل كمان يعني كان ممكن الأهلي يتقدم في الشرط الأول 2-0 ولكن كمان كانت المفاجأة أن فريق قوات الدفاع الجوي يمكن عمل مباراة بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا وكان شوت يعني نقدر نقول متوازن ما بين كده الفريقين هجمة هنا وهجمة هنا ولكن في النهاية بالتأكيد مهم جدا كمان أسمع رأي محللنا على نتيجة الشوت الأول والأداء اللي ظهر به لعبي النادي الأهل كابتن حشيش تعليقك يعني بالنسبة للشوت الأولاني هو شوت متوسط وأخذ الصبغة الودية يعني بسببا يعني اللعيبة يعني طبعا ما تشودي وكده وبعدين أنا مشفق عليه ومصراحة يعني في موضوع الجو والحر طبعا يعني الساعة الخامسة دي طبعا صعبة شوية في الحر بالنسبة للولاد دول يعني كان في بعض الهجمات يمكن فيه هجمة واحدة أو هجمتين لقود الدفاع الجوي أو الدفاع الجوي في المقابل إن فيه أكتر من هجمة للنادي الأهلي منهم طبعا ضربة الجزاء اللي هي المفروض يعني شطها ميدو نبيل إدها قوة زيادة عن لزوم طبعا خبطت في العرضة كرة تانية برضو اتلعبت يمكن من ميدو أسامة وربنا يعني كان للمجوده أو الشوت الأول اللعبه كويس يعني من من أبرز الناس اللي كانت موجودة ميدو أسامة وكباكا هما الاتنين بصراحة اللي أنا شايفهم أكتر اتنين بتحركوا أكتر اتنين بتحركوا واقفين على رجلهم وعندهم يعني لمسات كويسة وكانوا قاسم مشترك في جميع الهجمات الأوليال اللي راحت على حارس مرمى الدفاع الجوي والحسن اللي في الشوت الأولاني هي الهدف اللي جيه في الآخر كان جملة ملعوبة يعني كان برضو قاسم مشترك فيها كباكا وكده وميدو أسامة اللي قدر يحط الكرة طبعا بتركيز شديد في الزاوية البعيدة هو دي الحسن الموجودة الحياة في الشوت الأولاني يعني طيب دكتور أحمد وده ممكن هايلايتس هو للشوت الأول بصراحة فريق القوات الدفاع الجوي عمل شوت أول مميز دفاعيا وقفين وراء صحة دفاعيا بيدفعوا بشكل كويس أنا عايز لك بس ملاحظاتك على فكرة أداء معتز محمد آه معتز محمد في ضربة الرأس اللي احنا كلمنا عليها قبل المباراة أنه هو واحد من المدفعين الصعادين في النادي الأهلي من أحسن المدفعين الصعادين اللي بيلعبوا بيدماغهم إن شاء الله يكون خليفة محمد عبد المنعم في النادي الأهلي خلينا أقول لحضرتك أن رقم واحد أعجبني أول ممار الشرف اللي عمله فريق القوات الدفاع الجوي في بداية المباراة للنادي الأهلي لو نجيبها حتى كزورة أو كالفيديو بتاعها ممار الشرف يستحقوا التحية عليه والفريق القوات الدفاع الجوي بصراحة على الممار الشرف اللي عمله الحاجة التانية لفت نظري تواجد الكابتن سامي أمصان تواجد الكابتن سامي أمصان دليل على الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بداية المباراة إنه هيبقى اللعيبة دي نوال الفريق الأول في الأربع مباراة الأخيرة أو الخمس مباراة الأخيرة في الدور الممتاز إن شاء الله بعد حسم لقب الدوري طيب أولاً دي ضرب الجزاء أولاً؟ والله الكابتن محمد الحان فيك أنا شايف إنها مش ضرب الجزاء مش شايف الحياة مش ضرب الجزاء لسبب أولاً هو اللعيب لعب الكورة وجون خلاص يعني خلاص الكورة بس هو رحل الكورة هو نفسه حاول إخبط في الحارس المرمى عشان ياخد ضرب الجزاء بس ميدو نبيل الفرق إحنا عندنا مشكلة في الشوت الأول أنا بشوفها إن فيه مشكلة فيه إيجابيات وفيه سلبيات الأول خلينا بس في الإيجابيات أحمد خالي الكباقة ده لعيب ممتاز قوي شايف التزديدات بتاعته لعيب بوكس تو بوكس نموذجي أنا شايف إن هو مؤهل إن هو يلعب فريق أول اللي هو اللعيب رقم 27 اللي بيشوت الكورة هو عمل الأسست هو اللعيب اللي عامل ربط أدي لقطة تواجد الكابتن سامي ومصانة إيه أحمد خالي كباقة هو اللي بيعمل الربط ما بينه الخطوط في الشوت الأول بشكل ممتاز وميدو أسامة ميدو أسامة زي ما الكابتن محمد قال أحسن اتنين في الشوت الأول ميدو أسامة لو نجيب بس لقطة الهدف بص هنا برضو اللي لعيبها مين أحمد خالي كباقة؟ الميدو أسامة الكورة دي كانت تسلل اتحرك بشكل بص بص دي هنا من الأول ارجع بص ثانية واحدة القطعة مين اللي قطعها في المكسب الكورة الثانية؟ أحمد خالي كباقة هو اللي استعد لك الكورة الثانية في بداية الهدف لعيب ممتاز أحمد خالي كباقة بص لعيبها تاني لمين؟ ليه ميدو أسامة؟ ميدو أسامة هيلعبها الميدو نابيل اللي بتحرك بين الخطوط هيلعبها تاني لأحمد خالد كباكة بص الوش الرجلي ده لعب كبير التاني بقى بيرقصه بيحطها بالشمال بالشمال في المصر طريقي سابجون بالشمال ميدو أسامة أيمن طبعا أتقولنا يا جماعة اللعبة دي من أولها بصراحة لأنه بصراحة هدف هدف حينه هدف جماعي بص هنا مين اللي جابه الكورة أحمد خالد كباكة لعبها المين لميدو نبيل لميدو أسامة الأول لميدو نبيل بيتحرك بينه الخطوط لأنه هو اللعيب كصنع ألعاب تتفكر كمان يا أحمد في اللي بص بص التمريرة أنا عجبني أول التمريرة الأول وبعد كده الترقيصة يعني أرجع بس هتوش الرجل في التمريرة دي حاجة تحس إن هي تمرية لعب كبير ساعة أبوتريكا فاهم بوش الرجل الخارجي دي اللعيب أحمد خالد كباكة عاملها بشكل كويس قوي وبين الاتنين المدافعين يعني هدف تبوش رجل وبين الاتنين المدافعين وميدو أسامة رقص حلو قوي وحطها في البعيدة فده الشوت الأول تتويج لمجهود الاتنين دول الميزة كمان في كباكة بص 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 بوش الرجل بص بوش الرجل تمريرة لعب كبير أحمد خالد كباكة بصراحة أنا شايفه استحق إلعب في الفريق الأول في نهاية الموسم حتى يستحق إنه هو خاصة كمان لو في احتمالية لروحيل أحد اللعبين مثلا ممكن يكون أحمد خالد كباكة نوان يعني 18 سنة يعني لسه على فكرة ده واحد من الصفقات اللي جاء من ودي دجلة في السيزون ده ده واحد من الصفقات اللي جاءها النادي الميزة يا أحمد في كباكة بقى إنه بعد المجهود إنه قطع الكورة ما اكتفاش إنه هو يلعبها ويستنى لأ أولا سأعمل كمان وراح في حتة الشمال هو قطع الكورة أفسد هجمة بالزبط وصنع هدف وكمل كمان فيها وصنع هدف دي الإجابة بس أنا بقى شايف فيه سلبية أولا أنا شايف بطء في تحضير الهجم أوي بصراحة فيه كمان حاجة تانية شايف إنه ثلاثة ورا مش حلوة أوه في ماتش زي ده أنت محتاج تهاجم أكتر محتاج تروح أكتر أنا شايف إنه مثلا إبراهيم عبد الحكيم وعبد الجواد عبد الرحمن حتى كنا بنتكلم إنه إبراهيم عبد الحكيم بيتطر يخش في وسط الملعب فممكن يطلع واحد منهم وتقدر تنزل واحد قدام زي محمد رقفة أو حسام عادل أو إبراهيم عادل بحيث إن انت تعمل زيادة أكتر في وسط الملعب وتقدر تجيب جون تاني تسجل عشان تحصل المباراة أحمد التلاتة الوراء دول بيدوا فرصة للطرفين إن هم يتحركوا قدام يعني هلو جيت تبص عليها إن انت التلاتة ورا دي بتبدي فرصة للاتنين اللي قدام طيرين لأنت موقف تلات ومع ذلك ما بتحصلش يعني الزادة العددية قليلة وبعدين في بعض اللعيبة لازم بقى فيه أنشط من كده زعلوك لازم يتحرك أكتر من كده ويتحرك على الأطراف أكتر من كده بقاش بس واقف كده محطة يعني سابتة لا يعني شوف ميدو أسامة عجبني في تحركاته ما عندوش تقايد بمكان واحد على ذاكرة ما شايف اللعبة كله من ناحية ميدو أسامة يعني حتى التحرك من ناحية أحمد أشرف والخطورة جاية من ناحية لأنه كمان بيخش في العمق كتير جداً بيسيب مكانه ويروح العمق يمكن قطع كرة وجات أوف سايد وفيه أكتر من كرة يعني متحرر من محطة أنه هو في مكان واحد فهما الاتنين بصراحة دول أنا شايف أنهم يعني الاتنين اللي لفطوا الأنظار الشيطة لولادة كباكة وميدو أسامة الجابهة الشمال عندنا شغالة أكتر من الجابهة اليمين لأن فيها ميدو أسامة وفيها معتز محمد اللي هو المساك وبييميل عليهم كباكة وبيروح معهم إسلام عبدالله الباكليفت فالجابهة دي تحس أن الجابهة اليمين عطلانة اللي فيها الباكريت محمد وقيل وحمد أشرف عطلانة تحس أن ما فيش هجوم محتاجين ينزل وينجة زي محمد رقفت أو محمد عبدالله نحي تليمين ينشط لك الحتة دي دي أول حاجة الحاجة التانية التلاتة اللي هو رأقلنا يسحب واحد منهم وينزل حد برضو في وسط الملعب زي إبراهيم عادل الحاجة التالتة بقى زعلوك زعلوك برضو محتاج يكون أكتر من كده شراسة وأكتر من كده ضخط يحرق ويروح يا إما ندي فرصة لحسام عادل حسام عادل الموليد 2006 ممكن برضو يكون لي فرصة وحسام عادل في ميزة أنه هو متحرك جدا جدا وبيقرف المدافعين ويعني ممكن عن طريق الضغط على المدافعين وحاجة مزعج زي دا لأنهم أكيد الفرقة التانية ما بتتمرنش يعني بصفة رسمية وماركت ليه إكرامبات كتيرة في الشروط التاني والمستوى البدن هيقل قوي في جزئة مهمة كابتل حشيش الفريق اللي بلعب بالأهل دلوقتي المفروض قطاع ناشين خلص مصابقاته كلها من شهر أربعة أو خمسة عادة قد فأوله كمان هل الفترة دي كانت في تدريبات؟ أنا مش متأكد من الموضوع ده لا كان في تدريبات هو الكابتن اللي هو يعني كانوا بيعملوا في الفترة دي من 2005 و2006 بيحاولوا عشان ما يزلموش حد فالفريق 2005 و2006 متجمعين مع بعض وبيختاروا من منزلينهم تمرين بيختاروا الصفوة الكابتن بدر رجب بيختار بنفسه مش عايز يزلم حد فهو نازل بنفسه عشان انت مثلا بيبقى عندك قائمة هنا فيها 30 لعب وقائمة 30 لعب هتصفي 2005 و2006 لتاتين لعب بس فعشان ما يبقاش في ظلم فنازل يشوف بنفسه اللعيبة اللي بتلعب يعني مثلا هدلها داك مثال عمار وليد عمار وليد ده ما وليد 2006 كان بيلعب في النادي الأهل السنة دي ملعبش كتير هو كابتن بدر رجب نزل التمرين اتفرج عليه وشافه اقتنع به فهو استغرب اللعيب ده ما بيلعبش ليه بدلا ما كان هيمشيه من النادي الأهل بص الرؤية بص الرؤية المفاجأة المفاجأة ان عمار وليد ده وينج السنة اللي فاه هو بيتكلم يعني دي من ضمن الكواليس بيتكلم مع الجهاز الفني بيقوله ان هو يلعب باكرايت السنة الجاية باكرايت هو كان بيلعب وينج هو شايف ان هو يلعب باكرايت عشان خاطر حطة السرعات حطة ان هو يديك عملية التحولات قدام لان عمار وليد لعب سريع فهنا النادي الأهلي في الفترة دي بيعمل تدريبات اه لفرية 2005 و2006 عشان ما يحصلش ظلم لبعض اللعيبة خاصة ان فرية 2005 و2006 حيبقوا فرقة واحدة بس ليه فرية 2005 فبتوقع 2006 حيلعبوا مع مين مع بتوقع 2005 فخلاص فانت حصفوا لثلاثين لعب عشان ما يحصلش ظلم عشان كده انا في رأيي ان في الشوت التاني لازم يعمل اكبر كم من التغيرات عشان برضو يشوف اكتر ناس لان ما تشوف في الاخر وفي الاول ده ما تشوف ودي والغرض منه ان يتشاف طبعا المشاركة في احتفال كبير زي ده وفي نفس الوقت بقى شوف اللعيبة ما تدي فرصة بقى وحنا طبعا لو فيه وقت اضافة ولا حاجة لو فيه تعادل ضربة جزاء فيعني يدي فرصة بقى للناس تتشاف يعني وجود كتن سامي قمصان اعتقد مهم جدا بالنسبة للجهاز الفن الفريل اول اول حاجة دي منزل قناة الاهلي بقى ان بتزيق ومع ذلك هو ما اكتفاش ان هو يقعد في البيت يتفرج ما كان ممكن يعني اعتقد ان هو حب ان يحضر في الملعب انما كان ممكن يقعد في البيت يتفرج على المباراة من على شاشة قناة الاهلي انما هو حب يروح عشان يبقى موجود لان هو مفروض تأجازة دلوقت يعني بعد طبعا المارسون بتاع افريقيا والبطولة فكونوا ان يروح ده حاجة كويسة منه ان هو بقى موجود جوه الملعب هيدى برضو اهتمام للمباراة من اللعبة لما تلاحظ ان حد من افراد الجهاز كابتن سامي قمصان موجود في الملعب ده بيحمسك برضو زيادة ان الراجل جاي يتفرج علينا يعني مباراة والدية واكيد هيكتب تأرير كمان مش هيكتب تأرير كمان بالتقرير بتاع يعني الجهاز الموجود لا هو جايب نفسه برضو يبص يبص لان لو في بعض العناصر زي ما اتكلمنا قبله المباراة ان انت لو حسامت الدوري بدري هيتبقى لك مثلا خمس او اربع مباراة تقدر ان انت تدفع بيهم ببعض العناصر وبرضو مش هلعبوا مرة واحدة يعني مش كل مش هنلعب بفريج شباب مرة واحدة اكيد لان هيبقى عندك الزمالك وبرمز اكيد حتطعم ببعض الناس اللي هي زي خالد كباكا احمد خالد كباكا مثلا زي مواطز محمد زي ميدو اسام اللي هي ماشية في شكل كويس تستحق فرصة اكيد هتاخد في الاعوام لما قنا بناخد الخماسية دوري وكاس وسوبر وافريقيا وسوبر افريقي وشاركة كاس عالم اندية كان بيصادف ان الاهل يكون خلص الدوري او بيلعب الكاس بالصف التاني وكان بيلعب الزمالك كان ساعات انا فاكر الفترات دي كان فيه مستر مانول وكان فيه خفا تسرنا مطش واحد ساعاتها تسرنا مطش واحد بس استكسبنا باية المطشات كلها وكنا بنلعب بالصف التاني وهم كانوا فرحانين ساعاتها وهم كسبوا مانول جزيف المطش ده رغم ان كنا بنلعب بالشباب طيب تعال بقى نشوف الممر الشرفي لأن الممر الشرف ده هنشوفه كتير الفترة الجاية في الدورة على فكرة كل ما هتلعب فرقة في الدورة أكيد هتعمل نفس الممر الشرفي ممر الشرفي ده دكتور أحمد أعتقد بيبقى نفسيا ومعنويا مهم جدا حتى لو ما قدش أنت ليك دور في البطولة الإفريقية بس أنت بترتدي تي شورت الأهلي لقطة الشوت الأول هي اللقطة دي كل التحية لفريق قوات الدفاع الجوي على الممر الشرفي اللي عملوا له النادي الأهلي وبصراحة تحية لهم على أدائهم في الشوت الأول أنا اتفاجئت من أدائهم بصراحة أداء ممتاز ويدفعوا بشكل كويس وعندهم برضو الاتنين اللي قدام كويسين يعني بيروحوا على الجون عملوا أكتر من فرصة يعني فكل التحية لقوات الدفاع الجوي ودايما النادي الأهلي داعم زي ما بنقول كده لكل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها طبعا القوات المسلحة المصرية أكيد طيب كابتن حجي أنا بشكرك شكرا دكتور أحمد أنا بشكرك شكرا ونروح بسرعة إلى أحداث للشوت الثاني مع دكتور علاء متولي إليك الكلمة دكتور علاء